عزيزي صدقوني البكاء على الحسين سن من رسول الله رسول الله من سن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والكل سامعين روايات لا تعد ولا تحصى في البكاء على أبي عبد الله الحسين الزهراء روحي لها الفداء عم البكاء جان من الزهراء من الزهراء مو على الحسين على والدها اقرأوا في أكثر من مصدر الزهراء سلام الله عليها كتاب سنن النساء كتاب الجنائز عن أنس أن فاطمة بكت على رسول الله حين مات فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه من جبرايل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه الزهراء بنت رسول الله ريحانة النبي فلذة كبد النبي المعصومة تبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن أهل المدينة جاءوا لعليه وهذا النبي الأعظم بكاء البكاء على الحسين قبل أن أكمل حتى لا تستقطع كلامي وتقول أنت تغالي البكاء على الحسين أستقطع أتوقف لأن صارين يأخذون مقاطع في الواقع أعظم نعم أعظم في الواقع من البكاء على رسول الله شلون مولانا شيخنا عجيب النبي الأعظم نعم الكون كله يبكي على رسول الله قطعا يتأثر ليس فقط موضوع سجود النبي بالتأكيد وإن كان ما في عدنة أن السماء والأرض بكت دمًا على رسول الله ما عدنة أبدا أتحدى واحد يجيب لي ها موذولة تفاسير ذكرتهم أتحدى واحد يجي يقول أنه بكت السماء والأرض دمًا على رسول الله أبدا ما عدنة لكن مع ذلك أكيد تأثرت السماء والأرض على النبي إذن كيف قضية البكاء على الحسين أعظم ها بكاء الكون كله على النبي جيب دمعة من دموع النبي على الحسين وضعها بكفة الميزان دمعة واحدة من دموع النبي ضيفها إلى الكون يرجح البكاء على سيد شباب أهل الجنة لما نقول عظيم أعظم لأن يضاف إلى البكاء على الحسين ها بكاء النبي أيضًا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يفارق الحياة السماوات والأرض تحزن علي بن أبي طالب يحزن فاطمة الزهراء تبكي وتحزن أهل البيت يحزنون هذا كل يحدث للحسين ضيف نقطة أخرى سيد الكونين سيد الكائنات يبكي على الحسين ترجح قضية البكاء على أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم الزهراء بكت وبكت حتى إجاء وقال لولا لأمير المؤمنين قل لابنتي رسول الله إما أن تبكي بالليل أو تبكي بالنهار لقد أزعجتنا ببكائها وهذا البكاء على النبي فما بالك بالبكاء على أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلم هم شرعنوا لنا البكاء طيب الزهراء بالله عليكم بالله عليكم أنتوا يا من تدعون أخواننا الأعزاء وكلهم أخواننا في الواقع على الرحبة والسعى هلا بهم جميعا ونحن نحترم تعالوا لنعيش احترام الرأي الآخر ترجمة نانسي قنقر